اوهلا يا جماعة الخير كيفكم و اخباركم ان شاء الله تكونوا بألف صحة و عافية و خير و انت عبتعبوني حاليا انا اسف اذا الكاميرا عبترج ولا الصوت مواضح المهم يا جماعة اني انا كتير متحمس هذا الفيديو يا جماعة الخير ان انا زلو بعد شهر او شهرين من نهاية اللحظة اليوم صار وقت اني اعمل قصة كتعم فكر اعملها و احلم فيها من زغري مختصار شديد اليوم يا جماعة الخير انا قررت انه اشتري سيارة بس على السكت شعني على السكت يعني اهلي لسه ما بيعرفوا هاد الشي الي ما بيعرف يا جماعة اهلي عايشين بسطنبول ولكن ما ليعايش معهم فما بيعرفوا كتير تفاصيل عن حياتي اهلي ساكنين بغير منطقل انا ساكن فيها ابعد شوي فمن جديد شوي ما عمزوا لهم كثير وهنا مزعوجين من صراحة يعني وصلي شهرين تقريبا عم اكذب على ابوي عم قلو انه الشغل مو ماشي منيح والاحوال المادية ضعيفة و ان شاء الله تتفك فك فابوي نوعا ما مصدق انه اوضاعي المادية مو كتير منيحة بس هوب يا معلم تجي السيارة قدام باب بيته بشوف ابنه بسيارته اللي جديدة يعني يا جماعة الخير باختصاري شديد انه انا اليوم قررت اشتري السيارة يعني انا راح اشتري السيارة كتير مفصوطي يا جماعة لانه جهد شخصي تماما في غض النظر عن المفاجأة الكبيرة اللي راح اعملها لأهلي بهذا الفيديو يمكن شوفوه بنهاية الفيديو فيه بروسلس يتم نميش فيه اول شي لازم اخد شهادة الاسواقة وشهادة الاسواقة تركية معترف عليها في كل انحاء العالم نوعا ما وبالتالي صعبة ما كتير سهلة الحلو بالموضوع انه كتير انحظيت وعنجات كنت محظوظ انه تعرفت على الاستاذ محمد من درس صاحب مدرسة النجاح لتعليم القيادة في تركيا كتير متحمس يا جماعة رغم انه الفيديو راح ينزيل بعد شهرين بس عنجات كتير متحمس لهذا الفيديو خليكم معنا قريب عم تشوفوني عمسق سيارة اياتنا بالاستاذ عاش مين شافك اسلام لي يا رب تقريبا كم بدل القصة كلها فحص عملي فحص نظري و سيارة و شرع و سواقة كل شي خاص كل شي الله كلها بتاكل معك التجيل مع النظري مع العملي مع استدام الشهادة خلي تاكلها معك شهرين الشهرين والنص شهرين الشهرين والنص شو الشروط ما في شروط بس واحد يقرأ عربي قللي اول ما حكيت معه قللي تعرف 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 العربي تلبي قللي خلاص ننجح شفت انت بعينك بس مقراءتك العربي تكون جيدة الاسئلة التي تنسالها اسئلة جدا طبيعية يعني على مثال اشارة مرور حمراء عليك التوقف لمتابعة السير التوقف في شوية استسعافات المخ يتبع الجهاز الحركي للعصبي لا اكيد العصبي و خاصة اني اجوبتك اختياري اه اتبعت متى و كل شي فعلا اسئلة زكا بتكون اسئلة منطقية يعني اسئلة زكا بل زكا جدا منخفض ما بدها الزكا يعني ما هو فحص جامعة و هو يعني شي جدا بصيط جدا بس هو التعقيد لما المدرسة تعطيه كتاب 500 صفحه و تقول له اخوة احفظوا هون عقدوا اذا اكتبوا ايه اهو هون الطالب يجعل اسئلة المهمة لازم يحفظها في كون كاسر مبايقتين يحفظها فنحنا نحاول اعتمد الاسئلة لقط أن نبعطه بتكجيل صوتي بدو ترتدة و ايه اهم الاسئلة الصعبة اللي نحنا مستلقصينا من الكتاب نبعط لها هي هذا الان اتبع أستاذ هلأ أنا في شكل عام بدرس جيتار عندي تقريباً صار بكل مجموع يعني من سنتين ونوص لهلأ مئة وخمسين طالب. كم طالب عندك تعالى على الأسبابة؟ على الأسبابة حالاً صارنا ثلاث سنين. صارك لسنين؟ طبعاً على مقدار مئتين طالب مئة وثمين طالب مئة وخمسين طالب كحد واسطة طبعاً في يعني حسبوا أنت يتربوا. مئة وخمس طالب كل أيمات؟ كل شهر طبعاً. كل شهر مئة وخمسين طالب. طبعاً نسبة نجاح أنت يوم روي يوم دورتك رسب معك طالب واحد بالنظري. العملي بصير فيه أحياناً رسول بسبب الطالب بتلبك. أو مي بيرسب بالعمل طالبين شوفيريت التكاسي أكتريت اللي برسول. لأنه بيطلع مستهتر يعني ماسك تلك السيوبيه. سهل. وعبشلف رابع وعبشلف الخامس وعبكويلة. ما بصي هذا حكي. اللجنة ما بصي على الحكي. بس ما تبقى هذا إنسان طلع ماسك تلك السيوبيه التين وهادي. فلا ما في أي مشكلة. طبعاً يعني الملاحظة لللي بيعرفوا سوقوا أردي لا تأمنوا كتير. يعني هي الفكرة إنه سوقوا على مهل مشان تنجحوا. سلعتك ما بصي تجاوز بالفحص الأرعين. طبعاً عمورة ما شاء الله حاوله صدقاً بالله. ما هو بجه. الله يحرية يا ربي حسيني. يا عطيني يا عطيني يا عطيني. لا صدقاً بالله من المتفوقين يعني ما شاء الله صعي إنه هي يعني فحص رخصة قيادة ما هو الشيء العظيم بس من أول مرة بالنظري بعلامة ممتازة بوقت قياسي. ومن أول مرة بالعملي وصدقاً بالله بدون أي توصية نهائياً. يعني أنا صعي وصيت فيها شوي بالمعاملة. بالمعاملة بس أمام اللجنة ما نحسن وصينا. إحنا بحداء صدقاً بالله أخدها بكفايته ما شاء الله. إسلام لي يا عطيني. صراحة بفضلك صراحة كانت جوزة. جينا على العملي. أنا بحقلي الأستاذ ع بحقلي يعطيني أربعة دروس. طلعت هيك التنافي داعي. أمت في درس ما أخدته أصلاً ما رحت علقت. ما في داعي خاص. قصة أسهل ما توقعت. مع أنه أنا مالي سايا ما عندي شهادة من قبل. بس سوق هيك يعني سرقت سيارة أبوي كم مرة كنت صغير يعني هاي كل القصة. بس هلا عم زنبط له إن شاء الله عم زنبط له إن شاء الله بعد كام يوم. في سير ذا ننزلكم الفيديو. تماماً آه إن شاء الله كمان ليس عادي أستاذ إنه أخد سيارة نظبط وراءة كمان. إليس أنا15 سيارة مالي. إني ليست أسترقية لا أستطيع أن توجد مهوط وراءة نظ顆. ماذا يرحين إلى تريدها إلى هدية؟ طعسة أسمع إليك رانجروفر أسعت له خبرية ، إن حتى تعطي معي إلىها نظب هادية لأنه أخطري مهوطني. سوف ن connais عمزك فكرة. لا tighter هذه أ flat quite. موسيقى جمعتا الخير والفصل عملية بيسألوكم بس كتير كتير سهلة يعني عندنا هيك قصة ستقولون هاد شو هاي شو هاي شو هاي شو اسمه موتور بيالك هاد مثلا ريداتور سيو يعني ميت الريداتور تمام الفرن ياغ زيت لادا كنترول شابوكو يعني السيخ الكونترول يا غيارة مكان ايش بتحكي طبعا لا لا حتى زيلا فاسطة بالعربي ما بتخصف بلا ماشي شو بقع بتحكي فهمان ايش هدول ايه اسمتاز انا حاس حالي اصغير يا الله حاس حالي السيارة كتير طويلة حاس حالي اصغير والله خطع خطع ميت سلامة طلع عموري طلع بالعكس والله عموري ايه صاحب اطيب الفاسطة بالله يا دمع صدقا بالله يعني بحكي انا صعي وراحتمع هذا الفيديو كتير كتير يعني معنى الكلمة تعرف استاذ هي اول مرة بصور حالي اصغير تسكروا هاللاطة بكه بس اخد السيارة في سيدة عز وجل افكر استاذ تعرف ان السيارة هادة كلها حفية من على اشبيني يعني ما احدا مساعد لي مصراطة انا هيك فنان استاذ حط الكمال بعد ازنا حكم علي يا دمي انا في الحب نعمي انا في الغرب بملي عن سبع قواب بس ما عمني النون ولا بي قاتل مخبك باللي المكشوق يا وا واح او سازل عندي كمان شغلة جماعة عمر الكيلاني عب تابعونا حاليا من جاهلهم تحياتنا طبعا كل شي بجي من طرفك كل شي بجي من طرفك كل شي بجي من طرفك هاي قدام متابعينك قلو خمسطعش منية حسن ممتازة بحكيه علموا يا جماعة الخير كيف تمسكوا رانج روفر محضر عندي شهر لا عن جد برابو عليك يعني اخذ الشهادة جديد صدقا بالله والرنج بدا خيالها يعني برابو عليك هيقوه مرة شهادين اذا دعموك متابعينك عطول باللايكات والاشتراكات والمشاهدات بصير هذا الحكي اللي بيجي مننا بفحص النصري هذول الجربانين اللي عبدعموهم اللي عبحكي عبعض الناس ما عنده الله محتوى بس رأوة صواوة الى اخره استاذ عبتحكي ذهب والله محتوى تافي عبجيبه والله عبجيبه ملايين مشاهدات احسن منك لا امان احسن منك والله انا بقلبي استغطيك على القليلة محتواك هادي خفيف فيه شيء له معنى عدف والناس التابعين تعرف هذا ايه واه سبحانه الله يعني استاذ نتجي النهائية طيب الله صدقا بالله فترة منيحة وبالزحمات صدقا بالله اللهم صلى على سيدنا محمد بقيمك عشرة من عشرة وبدون مبالغة استقام بالله يعني اخذ الشهادة جديد وعبسوه بهالبراعة استاذتك بسوه اجريكه مو بداية صدقا بالله عشرة من عشرة بتاخده بجزارة اوه اوه اواه اوه انتظار موفي فيه مبروك كلنا عمر، كلنا فوركس ووغن كلنا سواقة لقال كلنا سواقة والقانون ما بيعرفون سيارة سيارة هولوها اليوم ما بيعرفون هل هي الصحة تاني تاني بربكات بربكات يقرر بين هولوها اليوم الشيح لي ان يرام لها اليوم أني pecديم ماذا تخذين عنك؟ خارن حياتك في حياة ملوك حتعرف انك واحد مزيد لك العيونك هلا بس بمكتر ماذا لا بدي عيونك؟ خلصنا بابا خلصنا بابا خلصنا لا خاص خاص حدينا حدينا روينا غيتنا بالأب؟ نسينا نخط الحزام لماذا تهي أخدت؟ ماذا لا يغيطس؟ أخدت أب المشطن بنص سعى والله هي أول سؤالي تبطانوني بابا مستاجي ملوك تبني امشي امشي على مالات ابنته عبطولاته عبن عيفه مابا روي مطلعيونه لك ابن الكيلاني؟ إلا 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 ببنك هدائي مالحدي والله مرحب مرحب بابا معقول ابن الكيلاني يصابي حادث؟ معقول بابا خلاص روينا انتبه بابا روي انتبه حاج لك بابا عن جدت لك بابا مدربت وحصوني ممكن اشتراها يعني أمورنا باللوز بلعبها يا بابا ملابا قلنا ابو عمر تتذكر لما جيت من اللادئية وانت متعلم اسواقها من اللادئية كنت عمرك 14 سنة ووسكتها المفتاح السيارة وقلت تنصلنا على البيت؟ ماما ما بيعطني السيارة غير بالسرقة عفوكي انا سارق سيارتك دع اعترف لك بعض الشيء انا سارق سيارتك مرتين ثلاثة في سوريا والله يا بابا والله رأي كسراتك صارق سيارتك مرتين ثلاثة في سوريا صارق سيارتك مرتين ثلاثة عصنة الله ورسوله والله عصي والله ربيحة فيها تتذكرون فيه ربيحة فيها لا ما بتذكر ربيحة والله انا كسر راضع اللوه وين الرؤية؟ طلع عندها ما كبليه بس نعرف مين الطريق يا بابا ايه؟ خاي 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 لا 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 انا بس سليم هيك احسا انا ببعط حق بابا كذا تاخد طيارة انا بك مسوقة بابا لا الطيارة ولا سيارة مش عرمالك يا ابني والله على مهل والله عبقول زحمية ما في زحمة طريق حلو بابا اعتبر حالك عبتزوم من ثلاثين سنين بابا اعتبر حالك عبتزوم من ثلاثين سنين بابا اعتبر عرضك انا مروي والله انت متوتر مو انا ما راح اصألك ماما كيف سواتي حلوة؟ اي حلوة الله يحميك يا ماما الله يحميك يا ماما بلهي ربي اشوفك متهني مرزوب لح مرفتحني شيء بلو ماما وصلنا وصلنا نجيت مقارضنا مرحبا اليوم راح احكيكم عن اهم النقاط الاساسية اللي ميزة في مدرسة النجاح لاستخراج جخص قيادة تركية في تركيا عن باقي المدارس النقطة الاولى هي ضمان نجاحك بالفحصين النظري والعملي عن طريق حضور درس واحد النقطة الثانية اسعارنا المنافسة النقطة الثالثة هي السرعة في استخراج جخص القيادة التركية راح اطلكن حلال الارقام بافرعنا المتشرة في اسينيورت ميدان وفي منطقة بيران باشا وفي منطقة اسلر منطقة اكسرا يوسف باشا وفي منطقة ضغجر الميدان وبحشالي ايفلا نعتزل عن عدم السرعة بالرد على اتصالاتكم والاستفسارات لابتستفسروها بسبب الضغط وان شاء الله مع مدرسة النجاح نجاحك مضمون بالتوفير للجميع اشتركوا في القناة